موسيقى في مثل يعني حاجة كده زي موسى العصفورة بس بتعملها ازاي بقى في مثل بقولك الوعاء الاجهة فيه وحد الضجيج فالنار على الحل الفاضي هيعمل هيصة فمن الناس ما تاخدش بالها من اللي بيحصل هنا تكون هي دي هنا الحقيقة اللي المفروض الناس يلتفتوا إليه واصبح هذا اسلوب خلاص فهمناه كلنا اسلوب رائع جدا لابتلاع الأزمات كل ما تجي لأزمة أخلق هيصة في حتة تانية بالنقر في الحلل في حتة تانية تختفي الحقائق ويعني وإيه لديني عقلك إيه مشكلة المنشطات إيه اللي بيفجرها صاحب الشاء يعني تيجي في عقلي مين دي يعني انت كل الناس دلوقتي انت عندك فخرة في الحتة دي مش عادي لقل تفاصيل لأن دي فيها تفاصيل غريبة جدا لما لما وصلنا للحقائق من خلال استعراض استغربنا ننتبلغ على نفسك صحيح هو يا جماعة ما يخص الأهلي لأنه فجأة كده تلاقي الأهلي مدخلينه في جملة وكابت الخطيب مدخلينه في جملة وافتعال أزمة والأهلي ماشي في سكة لوحده فناس كتيرة قوي بتسأل لا لا طب هو الأهلي بيرد لا لا هم بيردش الأهلي بيتخانق لا ما بيتخانقش كابت الخطيب عمل حاجة لا ما عملش حاجة أمه لإيه المناسبة هي المناسبة التخبيط في الحلال ايه اللي المهانس عدلي قال عليه هو الناس متعهدة إنه تصير أزمات جانبية ديك مثل تاني غريب علشان ترفع الضغط على لعبتها وعلى فرقيتها ومحدش يجيب سريتها ديك مثل فاشغل الناس بحاجة تاني نقرأ على حلة تانية اه يطلع يطلع عبقاري زمانه يقولك ايه تعقبوا موضوع إيقاف سافيو يا أصحاب المصالح يا نادي كده ونادي كده ده الراجل ده ماقوفه هتاخده المطشاة اللي هو شايف العصفورة غط على إيه بقى ده ايه المشكلة بيغط عليها الجزيري اه اه فمهود ده ممنوع من التسجيل في حكم صدر قد يعني يعني كان نفسي بس اه ويعني احنا أشدنا بمهنية تاني حتحود ايه لما راح يستفسر من نادي اللي هو في تونس اه علشان المغرب المغرب في نادي المغرب اه الرجاء انت ليه يعني عايزين تشاركو وتشاركو ايه اه اتبع المهنية في الأسئلة لكن أصار من أصحاب الشق كان ينبغن يروح يجيب بقى حد من نادي الأفريقي او حد من اللي بلعبه في أفريقيا عشان يقولوا الموضوع ده أثر عليهم ولا ما أثرش عليهم او حد من الاتحاد المصري يقول لنا اللي لدي ايه او حتكتشف اني دايما في مشاكل بيتغط عليها بمشاكل في حل مكفية على حاجة تانية ايوة في حل مكفية على حاجة تانية اه اه فأسمح يعني هو قصده يكفل حل على حاجة تانية في حال ما تشوفش بنسبة لجزء اه يتصور نهو جمهور الأهلي اه في مواقع معمولة عشان تدافع النادي الأهلي لكن تبص تلاقي الأدمن بيسمح بيصرب حاجات في النص لا يمكن التصدر من جمهور النادي الأهلي كلها تشكيك وكلها تسخيف وكلها تبصيط وكلها تهوين وكلها تهويل في كل حاجة بتحصلنا دي الأهلي تجيب لعيب من برا يقول لك ايه وده اللي قدرت عليه وغالي ومش غالي ييجي اه انت جبتوا لنا لعيب مصاب بقى تقول انت تيجي تقول ايه تب ما نشوف الإصابة وناخده عارب نيتي البيع فشل الصفقة كل حل تاخده يطلع لك يزق فيه والحقيقة وكان اللي عجبني ان اللي تنبه لهذا الأمر هم جماهير الأهلي صحيح بيردوا على بعضيهم يا جماعة في ايه هم أصبعهم يندهشوا تجيب صفقة يقول لك انت راح تجيب لي مش عارف ايه وانت ايه ده فيه فيه حد كاتب يقول لك الأهلي لم يحقق 90% من الصفقات المطلوبة وكأن الصفقات دلوقتي من وجهة نظر الكاتب انها تشكل البطولة كأن الصفقات مش وسيلة وهي غاية ضمانة بطولة انت بتروح بتجيب في الحتة اللي انت عايزة اه فيه استكمال فيه استكمال وعلى فكرة مش نتيجة الضغط على الإدارة الإدارة دي خطط ماشية كي وخطط والسلق اللي فاتت يقول لك فك الكيس مش فك الكيس ده انت جبت بولي من هنا باتنين مليون دولار بناء على طلب مدرب وجبت باجي بناء على طلب كوتش ومهمة لعيبة كانوا موفقين جدا عسيفين بتاعهم انت متابع عسيفين بتاعهم قوي جدا وباجي بالذات لما ماشي كسر الدنيا برا وفيه ناس تاني بتقولك ما ترجعوه يعني انت لو مشيت معل بتقال مش هتخلص وده حق الناس بس حق الناس اللي هي ما عندهاش يعني مش مزقوقة لكن حق الناس انها تتكلفوا كورة وتقول رأيها لكن هذا حق غير ملزم لأن الإدارة مش بالطريقة دي كل يوم هتاخد قرار عكس التاني كل يوم هتاخد قرار عكس التاني ده كلام مهم جدا